من تابع فقراتنا والمحطة السنوية يلي صارت هيك مثل فصحة هروب وأمل بوسط العاصمة هي أكيد الجاردن شو يلي بيرجع بيتجدد رح ننتقل مع تفاصيل أكثر مع كيندا وضيوف عمين قصنا شوي بالعاصمة شوي تخضار وألوان صباحا خير كيندا صباح الفل والياسمين لك غادة اليوم هيدا هو عنوان الجاردن شو هالسنية اللي رح نحكي تفاصيل عنه أكثر مع ضيوفنا اللي صرتوا معوادين عليهم كمينا ضيوفنا لليوم جمانة دمو السلامة وحضرتك مديرة عام شركة hospitality services صباح الخير جمانة صباح الفل وميريام شمان صباح الفل والياسمين والجاردانيا كمينا وحضرتك كمينا من المنظمين جاردن شو ومثل ما هلأ عم نحكي هالسنة الموضوع هو هالنباتات الحلوة ياللي بيروت كانت معودة عليها وياللي عم نجرب انه نظلنا محافظين عليها بمانديدنتنا ياللي منحبها كتير اول شي بدي احكي عن هالموضوع هيدا وليش هالسنة كيف تأجع بي لكم هالسنة تاخدوا لانو بنعرف نحنا الالجاردان شوك كل سنة بيكون في موضوع معين اكتر شي منشدد عليه بالاضافة لكل شي بيتعلق بالحدايق هالسنة ليش الفل والياسمين ليش الفل والياسمين لانو صارت هيكي سطفة عم بمشي ببيروت بصيفية الموضوع بتاعك تذكروا كان في قصة النايفيات وكلشي وعبتطلع وعبتطلع وشوف بنيت بنيت وعبفكر اشيرنا بنيورك او وين صرنا كل هلبتهم وانا عبتطلع هيك بتنزل زهرة ياسمين قدامي بتنزل هيك بتبتب كانو عبتقلي لا نحنا بعضنا هون ونحنا مستمرين وفكرت انو قبل كنا دايما نسمع بيروت ريحة الياسمين ببيروت لانو بتطلع الياسمين بكل سهلة يعني تطلع ببيروت مزراعة وبتطلع يعني اذا كلنا زرعنا شوية زياسمين بتطلع بيروت احلى وفات في كتير ياسمين اذا بتطلعوا حواليكم نشوف كتير ياسمين ببيروت ونحنا عمنا حكاينو بيكون موضوع الجاردن شو قلنا الجاردينيا كمانا اكير اكير قلنا هون الفل؟ ليش ما بقى في فل والفل؟ وجناهم بكل جناينات عنا كانوا بقى في جناينات؟ لا في جناينات فيه فيه بكل جناينات بس سوحبونا ناخد موضوع الفل لأنو مبقى في فل كتير وكل ما منقول حادا سأله حواليكم ليش ما في فل ايه ليش كنا عندي الفل؟ وين الفال اسمين؟ صح واحدة اذا بتسألي يعني الجيل شوى اكبر معواضين كانوا على الفل وكلهم بحبو الفل بحبو الفل بحبو الفل بيحسو انو بلدي متل ما بيقولو doctors هيدا قصم من تراثنا كمانا ويلي معوادين كنا عليه بتجنائياتنا وغيحته بتاخد العقل جاردانيا حلو جاسمين حلو بس الفل ده كمان غير شيء صحيح صحيح فإزا هيدا هو الموضوع هالسنة لالجاردن شو وهالرويح الحلوة يلي كنا نشمه ببيروت ومشان هيك جومانا هالسنة بالجاردن شو رح تنطلق حملة وهي الحملة الوطنية للعودة إلى زراعة الفل وهالحملة هي بتعاون مع وزارة الزراعة نظبط كنية عن شو؟ كنية أنه ابو أبيع افتتاح الجاردن شو وزارة الزراعة رح تكون موجودة خلال 5 أيام ورح تطلقوا لهالحملة ورح تقدم لكل زير بيحب ياخد معه فل ياخد معه شتلة فل معه على البيت نحن رح يكون فيه كمانا إرشدات كيف الواحد بيعتني بالفل لأنه فيه إلى الطريقة اللي حد لازم يعتني فيها صحيح يمكن أنت لازم تخبرين عنها تقدر يكون يعني ترجع الفل ببيوتنا على شرفاتنا بجنيناتنا عم بقلوا لاباية في حملة الفل بالجاردن شو قال لي دخلك مزبوط ما عم بلاقي فل تأشتري يعني ما بقى نلاقي فل بسهولة تنشتري وهذا شيء تكون عم بتشجعوا الناس يرجعوا يتذكروا هالنبتة الحلوة وهل عم تشوفها حدنا كمانا وعم تشجعوا كمانا ديت الوقت المزارعين يرجعوا يتحمسوا بركي بس يصير في طلب بيصير فيه كمانا إنتاج لنبتة الفل فإذا الحملة هي كنية عن ستاند رح يكون موجود بالجاردن شو ورح يكون فيه توزيع على شو طول الفل مثل ما قلت لالزائرين يلي بيحب أنه ياخد وارشدات من نزارة الزراع بكيف تهتموا فيها ومشان هيك هالسنة البوستر للجاردن شو منشوفه هيك كتير مختلف عن السنين البقيين كتير أبيض الألوان اليلي عم نحكي عن الفل والجاسمين والجاردانيا يلي هن باللون الأبيض بس بنفس الوقت كتير حلو يعني لو كان ما فيه الألوان يلي كنا نشوفها قبل بتحسي كتير فيه أناقة أناقة حلية كتير وبتشمي ريحته يعني عن جد في كتير نس دقتلنا بس تتهنينا وتقلنا شو هالصورة الحلوة لهم نينة وهي هايدي من سليمها عزام هو ستوري تيلر من الجبال لعنا بيرسم و بخبر قصص من رسماته وهلأ إذا نقدرنا سليم هلأ عامل سري تيب مع ستاتش يلي هي جمعية أطلق ربيع كيروز تاي ستاي تاي يطلقوا يدوي على الديزاينرز اللبنينية بقى هايدي سليم عزام عملنا إياه بدنا نقللون عن جد ميرسي لأنه كتير حلو هالسنة البوستر كمانا و نحنا بس نعجب بالجاردن شو بس بعتقد كل النسار تعرف لأنه كلهم ببلشوا يسألوني من أول أيار أي مطار رح يبلش الجاردن شو نسينا نقول بالبداية الجاردن شو من 24 ل28 أيار ابتداء من بكرة ساعة خمسة كل يوم بهالأيام هايدي 24 ل28 ولغاية ساعة 11 المساء وأكيد هي كسدورة كتير حلوة بمكان جميل جدا وهو ميدان سبق الخيل نحن نحكي عن الأشياء الجديدة هالسنة وبعدين نحن نحكي عن أكيد المحلات اللي تعودوا علي كل زائرين لجاردن شو جناح خاص كمانا بالسياحة الداخلية ميريام وهيدا جناح عم بينشط من سنة للتانية و عم بيكبر كمانا شوي شوي عم لقي كلمة له عم بيكبر في حاجة كتير للسياحة الداخلية وهو جناح ترافل لبانون شو في جديد هالسنة؟ هالسنة التالت سنة لهالمعارض وأكيد عم بيكبر لأنه الناس بيحبوا يكتشفوا البلد أكتر وأكتر وصار في حاملات كتير من الوزارة السياحة كمان على السياحة البيئية والسياحة الريفية وهالسنة في أكتر من ستين عارض من كل مناطق لبنان بيكونوا موجودين مع الباكتج هالسنة في أكتر من الوزارة السياحة أو بيوتة ديوفي وين فيون نيمو للهائكين لكل شيء سبور وفي حورافيين كتير السيناء حيعملوا live demonstration مثل السرافين أو الفخار بعضهم موجودين؟ بعضهم موجودين؟ بعضهم موجودين؟ بعضهم موجودين؟ يشتغلون ناشيتين عم لأنه نحنا فخورين ومنحب دعا نسمع أنه يقول له عم بيكون عندهم مشكلة بتصريف كل الإنتاج طبعا وهيك أكيد مع هوني فخصة لقلهم تقولون إحنا بعضنا موجودين صحي وعم يعني عم بينبسطوا فيهم اللي عم بيجوا ويزور ويشوف أنه هل الأشياء اليدوية الأرتزانية اللي بعدها موجودة ومثل ما ألتغادها هي قصم من تراثنا كمانا هيدا فوصحة لقلهم أنت يعرفوا الناس يعرفوا الأجيال الجديدة كمانا على صناعات يدوية نحن بنسبة لقلنا كتير كتير سامينة فإذا جنيح الترافل لبنون كمانا فيه كتير تنويع هالسنة وكتير نشاطات نقدر نتعرف عليها خاصة أنه إدمين على فصل الصيف وكنت جمانا ذكرت سليم عزام يلي بتعاون مع ربيع كيروز عامل عم بيشجع على تصميم أذياء وبيه أنه يخبر قصة ربيع كيروز كمان هالسنة مشارك بشغلة كتير حلوة بالجاردن شو اللي هي مريول خاص بيها المناسبة هيدا ربيع قدم للجاردن شو مش أول مرة بيكون مشارك معنا قبل من كم سنة عملنا كمان مريول كتير حلو هالسنة مقدم من رويل باي ربيع كيروز اللي جمعية خيرية الواحد بيقدر يشتريها بالجاردن شو بيكون عم بيساهم بيدعم جمعية خيرية اللي رحت أنه طلقه كمانة بكرة على الافتتاح وهو مريول كتير حلو ما بدي أحكى عنه كتير كنا نبنيتك بصورة كنا نبنيتك بصورة بس قلت لأ خالية مريجة بالجاردن شو كل الأشخاص اللي بيحبوا أن يشتوا ما قالوا إلا أنه ينزلوا على الجاردن شو بالإضافة لهالأشياء هيدا في الأجنحة اللي هي تعودنا عليها يلي في كتير من الزائريين بس يوصلوا بينفشوا يعني فيه أشياء معوادين بدون يشوفوا الحرفيين بدون يشوفوا قسم الولاد ذكرونا فيهم شوي هالأخصي الجنينات والجنينات أكيد الجمعة الجنينات الأدوات الواحد بيحتاجها تيهتم بجنيناته بالزريعة تبعيته أكيد فيه كل المعقول الواحد يحتاجه تيهزين شرفته وجنينته كمان الجمعات والجمعات اللي عم تعطي هشهادة لاتسكيبينج الايوبي اللبنانية الإيزاك موجودين معنا كمان مع الخبرة تعرفوا الناس عن هالاختصاص هيدا اللي كمان عم ببلش ينشط كتير بالبنان كمان وفي الخبرة اللي موجودين معنا خلال هالخمسة أيام كنا راح تكوني معنا الواحد بيقدر يستفيد يسأل السؤالات اللي عايزها لأنه كتير عين العالم ما بتعرف يعني ما بتعرف كتير كتير عندها أسئلة وعايزها بقى بيقدروا ينزلوا أكيد وبدل ما يتصلوا فيني بدلهم يقدروا يتصلوا فيني على الهواء أكيد بيقدروا أنه نتقابل كمان ونحكي ويشرحوا لقد ما بدهم عن جنيناتهم عن شو طولهم أي مشاكل أي اشياء حلوة كمان أنا راح تكون موجودة مثل كل سنة كيف نعتني بالفل دي كيف نعتني بالفل دي أكيد تكون كل فل سبت الجاي يكون كندر من الفل وياسمين إن شاء الله تكون كل أيام كن كمانا فل وياسمين لكن القاردن شوف بدي أرجع ذكر هي كسدورة نذهب ولا أجمل بوسط العزمة بيروت لي ميدان سبق الخيل التواريخ هي 24 إلى 28 أيار يعني بكرة ومن الساعة 5 إلى حديد الساعة 11 المصح هذا بيحب يضيف أنا بدي أقول أنه الواحد مثل كل سنة بيقدر يتعشع يسمع موسيقى يدبوك لأنه هالسنة كل يوم على الساعة 6 راح يكون في دبكة يعني يمضي مش بس الواحد يشتري ويكتشف يقدر كمانا يخلي صهرته بيعاشا في فوق 30 مطعم مشاركين معنا مع موسيقى كتير حلوة مع أجواء كتير حلوة أكيد وكل الستات والصبايا ممنوع الكعب كل الستات والصبايا يلي أسميهم هي أسامة أزهار أكيد بتكون دخولهم مجاني كمينا وهيدي لفتي من الغاردن شو لأشخاص هيدولي نعطيكون ألف عافية بدي أقول بودلة بدي أقول إن شاء الله بدي أقلقين تكون في المقالب بدي أقلقين شوي وبدي أقول لكي المشاهدين تعب أكتر على الجاردن شو وأن سبينج فاستيبير مرسي لألك كندو يعطيكون ألف عافية أكيد لحتى السلوغان تبعنا ما يتغير في لبنان صباح الخير صباح الفل والياسمين بدنا نضلنا نقول واللي ما بيعرفه هالأصار يقول يتعرف أكتر ليش موجودة عننا هدد نحن يخد نحن ويكم مشاهدينا كمام مرأب ريكز غير وانجان تبع